أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة ما زلنا مع مادة الأسس الزخرفية التي قمنا بشرحها في الحلقة السابقة وتناولنا من خلال الشرح الفن المصري القديم ومن خلال هذه الحلقة سوف نتعرض للفن الإسلامي ولكن بعد التعرض للفن الإسلامي والتعرف على مميزاته وفنونه لابد من مراجعة بعض الرسومات للفن المصري القديم على أساس أن نحن نقدر نميز ما بين رسومات الفن الإسلامي ورسومات الفن المصري القديم لأن نحن في الامتحان بيجينا ورقة ورقة الامتحان بيبقى فيها أكتر من رسمة ومن ضمن الشروط بتاعت الامتحان يقول لك إيه حدد للرسمة دي تتبع أنه فن فلازم تكون أنت مميز وتقدر تعرف الفروق ما بين الفنون بعضها مع بعض وخاصة ما يميز كل فن ومن خلال الحلقة السابقة قلنا أن الفن المصري القديم كان بيتميز بظهرة اللوتس وورق البشنين والورق البردي وبعض صعف النخيل وبعض الثمار التي كان يستخدمها أو كان بيستعمل فيها أسلوب الطرق والربوسية والتكفيت والطعيم والحاجات اللي زي دي إذن هنا الفن المصري القديم كان فن نراقيا استخدم جميع التقنيات الحديثة اللي هي موجودة دلوقتي مع التطور التكنولوجي بمعداته وآلاته وعمل تقنيات حديثة في هذا الفن بمعدات بسيطة ممكن نقول فيه زي الجاكوس زي المطرقة زي بعض الساند زي بعض السنديل الحاجات البسيطة اللي كان بيستخدمها في إنتاج بعض المعادن بطريقة التقبيب بطريقة الطرق بطريقة الربوسية يدخل بعض الرسومات بحيث أنها تبقى تعتبر بالنسبة له زخارف سابتة وقلنا أنه هو من ضمن مميزاته كمان أنه هو كان بيعتز بذاته الاعتزاز بالذات أن أنا دايما أبقى مفتخر بما أرتديه وخاصة عند اللقاءات الحربية كنت دايما عامل واقع عامل درع عامل سيف مستخدم واقع للمعصم مستخدم واقع لليد السيف له يد مميزة وقبضة مميزة كل الحاجات دي موجودة ولذلك لو إحنا رحنا للمتحف المصري القديم هنتفرج على كل الحاجات دي طيب عايزين نراجع مراجعة بسيطة كده على بعض استخدامات الرسومات للفن المصري القديم بيقول لي دي بعض الرسومات وهنا بقى اديها الألوان اللي احنا قلنا عليها أن دي الألوان الطبيعية الموجودة وبدأ ينوع فيها اهيه هنا بصة تلاقي هنا عاملة زي المسلس هنا ظهرت اللوسة وبدأت تاخد أشكال دورانية وهو كان بيتميز بحتة الإنحناءات يعني هو كان معجب جدا بحتة الإنحناءات من الطبيعة طب هو جاب الإنحناءات دي منين؟ جابها من السهول والوديان والجبال كل دي تعتبر بالنسبة له إنحناءات لما بيطلع على سهل أو ينزل لوادي كل الحاجات دي تعتبر بالنزاله إنحناءات فهو كان بيستخدم وفي نفس الوقت احنا بنحب الإنحناءات دي كلها ليه؟ يعني دايما تلاقي الخط المستقيم هو خط شز للعين لأن احنا عايشين على الكرة الأرضية الكرة الأرضية وغدة شكل الدوران فتلاقي دايما الكرف القريب من الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها تلاقي دايما مريح للعين ولو الكرف الجوة أو لبرة برضو مريح للعين هو كان بيحب الخطوط المنحنية وخاصة الدائرية طب مين بقى اللي اداله الجمال ده عشان خاطر يبرز جماله ظهرة اللوتس اللي كانت موجودة في الطبيعة وزي ما أنا شرحت قبل كده أقولتلك إن ظهرة البشنين كانت تنبت على شط الماء حاجة طبيعية مين بقى اللي زرعها؟ الله تعالى أعلم مين اللي خلاها تبدأ تاخد كذا لون ممكن في المنتصف يبقى لون البني وحوالين منها بعض الفروع الصفرة وبعد منها بعض الفروع البيضة وتنتهب بإشرة خضراء واخدى نفس الفروع مين اللي عمل فيها كل ده؟ ده الجمال الرباني اللي المفروض إن الإنسان ينظر إليه ينظر إلى جمال الطبيعة وينظر إلى مخلوقات المولى عز وجل هيليها أجمل مما تتخيل ولزي إليك تميز الفنان المصري القديم بالخيال أو الجمال الطبيعي لإنتاج أو لرسم بعض منتجاته بهذا الشكل الجميل بعد كده بدأ ياخد بقى الألوان هاي فيه اللون البني وفيه اللون الأصفر وفيه اللون اللي هو البنفسيجي طبعاً الألوان بتاعته كانت ألوان سابتة هو كان بيستغل الألوان اللي هي الأساسية اللي هو الأحمر، الأزرق، الأسود، الأبيض، الأصفر اللي هما الألوان الأخضر اللي هما الألوان بتاعتنا الست ألوان بتاعنا الست ألوان دولاً أقدر أجيب منهم أربعين لون أقدر أجيب منهم ميت لون طالما عارف تدريج الألوان أنا لما حط الأصفر مع الأزرق يديني الأغضر لما حط الأصفر مع الأحمر يديني البرتقال وهكذا إذن هو لما حط الأحمر مع الأزرق يديني اللون البنفسجي كل الحاجات دي بتعتبر مكونات للألوان المكونات دي دلوقتي أنا بخرج الألوان اللي هي الأساسية بخرج منها ألوان بقى سنوية متعددة أولية بدائية سنوية زي ما أنا عايز أخرج منها الألوان طالما عارف تركبة الألوان بعضها مع بعض طيب والخليط كله مع بعض يديني اللون إيه يديني اللون الأسود إذن جميع المكونات دي بتديني في النهاية اللون إيه الأسود لكن أنا معروف لو حطيت الأبيض مع الأحمر يديني اللون الروز طيب لو حطيت الأزرق مع الأحمر يديني اللون البني أو يبدأ بالأول باللون البنفسجي البسيط وهكذا إذا لو حطيت الأبيض مع الأسود يديني اللون الرمادي أو درجاته وهكذا إذن هنا هو كان بيستخدم الألوان الأساسي الموجودة في الطبيعة بعد كده بيديني الشكل بتاعه بدأ هنا يغير في الأشكال بتاعتها مديك الزهرة قبل ما تتفتح وده برضو من الجمالة هو إذن هنا مع مرور الوقت ومع طولها تبدأ بقى تاخد الشكل الصغير بعد كده تبدأ تاخد الشكل الكبير كأنها زرعة بسيطة طبعا إحنا لما بنجي نزرع شجرة الورد مش مجرد ما بنحطها في الأرض بتطلع لنا الورد على طول لا ده الأول بتطلع لنا الساق بتاعها بعد كده بتخرج الأوراق بعد كده من الأوراق بيخرج البرعم بعد كده البرعم بيخرج للإيه الزهرة بتاعتها ولذلك أو النوارة بتاعتها اللي هي بتبان بقى بالشكل الجمالي بتبقى في الأول في صورة زهرة بسيطة بعد كده بتبدأ تتفتح أو بتشرق مع شروق الشمس كل يوم بتزيد جمالها يوم بعد يوم إذن هنا هو مديني الرسمة زهرة اللوتس بداية كانت إيه؟ عبارة عن زهرة مغلقة بعد كده بدأت لما تكبر بدأت تفتح فتحة بسيطة بعد كده بدأت تفتح الفتحة الكبيرة وتديني الشكل بتاعها اللي هو موجود على الرسم بعد كده بيقول لي إيه؟ دي وحدات زهرة خرفية من الطراز المصري بدأ بقى يستخدمها هنا في بعض المنسوجات بتاعتها ولذلك تلاقي في بعض المنسوجات بتاعتنا واخدى عمل منها إيه؟ عمل منها شريط الشريط ده ممكن يكون إطار خارجي لأي حاجة ممكن يكون لسجادة ممكن يكون للوحة موضوعة على الحائط ممكن يكون مثلا لجلباب أنا عمل منه الإطار اللي تحت نهيه بشريط بسيط من ظهرة اللوتس المهم إنه هو بيستغلها كقيمة جمالية لأي منتج يقدر يستخدمه ولذلك عمل منه شريط طب هل الشريط ده ممكن يكون في الأمزة نفسه؟ آه ممكن يكون في الأمزة نفسه إنه هو أثناء عملية النزج طبعا كان بيستخدم أيام زمان النول اللي هو اليدوي ممكن يكون بداية النول كان بيعمل ظهرة اللوتس وبعد كده بياخد بيئة الشكل زي ما هو عيد طب هل ممكن يعمل منها شريط ويعمله كتركيب؟ آه سهل جدا إنه يعمل شريط ويعمل منه تركيبات ولذلك إحنا دلوقتي بنلاقي في بعض لما نيجي نعمل الشقة بتاعتنا ديكورات أو حاجة زي كده ممكن تروح تشتري شريط من أي موان أو من أي مكان اللي هو بيتباع منه الشريط ويبقى عبارة عن ظهرة اللوتس وبيتلزق بمادة لزقة ويديني الشكل اللي أنا عايزه ممكن ده يتلزق على الحائط ممكن يتلزق على المعدن طبعا بمواصفات خاصة وبخامة خاصة معينة ممكن يتعمل على القماش برضو بخامة خاصة وبمواصفات معينة ممكن يبقى عبارة عن رسومات على الحائط برضو بخامة خاصة وبمواصفات ايه؟ معينة هو المقصود من الموضوع ده كله إيه إن هو يستغل زهرة اللوتس لعمل أشكال جمالية على بعض المنتجات بعد كده هنا بيقولي استخدام زهرة اللوتس إيه برضو بدأ يستغلها إيه وزي ما أنا قلت إن هو حابب حتة الدورانات إيه ومدي أرضية بلون أحمر ومدي زهرة اللوتس ومديها شكل جمالي مرة كانت زهرة اللوتس مفتاحة بالشكل ده ومرة كانت عبارة عن برعا بسيط أو صغير بهذا الشكل هنا بيوضح لك إن ده شكل الشريط أهو وهنا بيوضح لك برضو استغلالها هنا برضو كشريط برضو إيه وهنا استخدم بقى في الجزء اللي تحت ده بعض السكرولات اللي هي موجودة ده يعتبر السكرول اللي دوراني بالنسبة لي أهو دي تعتبر السكرولات إيه باعتبار إن دي جزء خارج من الساق وبعد كده هيخرج منها ورقة بسيط بعد كده مديني أشكال لها تانية اهيه وبيوضحها لي كل دي رسومات جمالية ومديني شكل تاني برضو اهو وبيوضحه لي دي تعتبر برضو شكل اللي زهرة اللي هي اللوتس استخدامات زهرة اللوتس عند المصري القديم برضو مديني أشكال لها تانية برضو شرائط من اللوتس متبادلة يخرج منها خطوط إيه حالة زونية اللي احنا كنا بنتكلم عليه بيوضح لي بقى كل شريطه بالنسبة لي بحيث إن هو رؤيته تبقى واضحة بنفس الشكل هنا وصلنا للفن الإسلامي يبقى معنى كده إن الفن الإسلامي هيبقى مختلف تماما عن الفن المصري ولذلك أنا حبيت أعمل مراجعة بسيطة على الفن المصري الذي تميز بظهرة اللوتس بأشكالها وأنواعها المتعددة التي اعتمدت على الخطوط الحلزونية الدقيق يبقى قولا واحدا كده لما تجيلي رسمة زي دي كده أروح جاي على طول حطت تحت منها إن ده الفن المصري القديم الذي تميز بظهرة اللوتس وعادة دايما بيجيلي في الامتحان ثلاث رسومات ممكن تجيلي رسمة من الفن الأشوري أحط تحت منها الفن الأشوري ظهرة اللوتس أو ظهرة البشنين أحط تحت منها الفن المصري القديم بعض الرسومات التجريدية أحط تحت منها الفن الإسلامي اللي إحنا هنتعرض لدي دلوقتي وهنعرف يعني إيه مميزاته وما هي استخداماته المعدنية التي استخدمها الفن الإيه الإسلامي بيقول لي أول حاجة أسليب التقنية للعمليات الصناعية أول حاجة الوحداء إحنا نتكلم عن أسليب التقنية وهنتكلم على مميزات التشكيل يبقى أول حاجة هعرف يعني إيه فن إسلامي نمر اتنين هعرف مميزات التشكيل المعدنية للفن الإسلامي ودي مهمة جدا بعد كده هتكلم عن أسليب التقنية والوحدات الزخرفية المميزة والخطوط والمبادئ يبقى أنا في الفن الإسلامي أهم حاجة الخمس حاجات الأولانية مين هو الفن الإسلامي لازم أعرف زي ما عرفت الفن المصري القديم لازم أعرف إيه هو الفن الإسلامي عايز أعرف إيه هي مميزات الفن الإسلامي للمنتجات المعدنية التي تخدم تخصصاتنا الثلاثة لازم منتجاته المعدنية أحنا عرفنا الدروع وعرفنا الأواني وعرفنا المتاريس الحربية والسيوف والقبعات كل الحاجات دي كانت موجودة في الفن المصري القديم عايزين نشوف الفن الإسلامي استخدم إيه في المعدن عايزين نعرف عمليات التقنية الصناعية عايزين نعرف الوحدات الزخرفية المميزة للفن الإسلامي وعايزين نعرف الخطوط والمبادئ العامة التي اعتمد عليها الفن الإيه الإسلامي أولا مميزات التشكيل المعدني قصرة استخدام عمليات النصف على نصف في تقاطع الأعواد المعدنية وهنا أفقها في الحتة دي إذن هنا أول حاجة استخدمها الفن الإسلامي استخدم عملية النصف على نصف يعني إيه النصف على نصف يعني الحاجة تتحط على بعضها نصف على نصف ما تبقاش حاجة عالية عن التانية يعني بالزبط كده لما أنا آجي على ورقة زي دي كده هو واجه أقولي أن الورقة بتاعت دي عايز أحطها نصف على نصف تبقى بالنسبة لي سهلة لو أنا رحت جايي مسك الورقة بتاعت دي كده ورحت جايي قطعها طب حطها نصف على نصف ازاي ما هو لازم بالنسبة لي لازم تكون سهلة وبسيطة أجه أروح جايي واخد الجزء ده بتاعي ده كده هو ويقسمه نصين بالنسبة لي كده أهي واجه أروح جايي عند الجزء ده كده واجه أروح جايي فاتح الجزء بالنسبة لي أهو ده يعتبر النص الأولاني واجه على النص التاني بالنسبة لي ده برضو نفس الحكاية أهو بحيث أن أنا لما أجي أركبهم على بعض كده هو يتركبوا نص على إيه؟ على نص بحيث أن أنا أروح جايي واخد الجزء بتاعي ده كده ده معنى كلمة النص على نص يبقى هنا أصبح ده بالنسبة لي يعتبر نصفة على ايه على نصف نص على نص يبقى هنا الاتنين قد بعضيهم يبقى هنا يبقى أول حاجة استخدمها الفنان الإسلامي أو الفنان اللي ولد في العصر الإسلامي أن هو استخدم الأعواض نصف على ايه على نصف يبقى ده مهمة جدا بالنسبة لي قوي ان انا اقدر استخدم بعد كده نبغة او نبغة الفنان الاسلامي في عمليات الحفر والتطعيم بالذهب والفضة والتكفيت والتلبيس والترسيع بالاحجار الكريم ودي شرحناها في الفن المصري القديم يبقى رقم اتنين ان هو برع في الفن الاسلامي ولذلك الفن الاسلامي كان فيه ميزة لازم ان احنا نقول عليها ان هو بعد عن تكسيد الشخصية للمعتقدات الدينية يعني ما بيرسمش اي حاجة فيها ارواح او روح ولا طائر ولا بشر ولا اي حاجة فهو استغل الرسومات الهندسية ودي تعتبر من ضمنه مميزات وخاصة النجمة السوداسية والاشكال الهندسية الخماسي والرباعي والسلاسي كل الحاجات دي استغلها الفن الاسلامي ولكن هنا الفنان الاسلامي نبغ او برع في حتة التهزيب والتطعيم للمعادن ودي اتكلمنا عليها ان انا بعمل عملية تطعيم تطعيم ان انا اطعم الشيء بشيء تاني اخر بيختلف فيه بقى ايه الدرجات اللونية ويختلف فيه درجات الانسهار يعني دي مهمة جدا عشان ولذلك احنا بنستخدم نوع من انواع كبريت العمود في عملية التكفيط والتطعيم بحيث ان هو بيسهل عملية الايه الصهر يعني ايه عشان نوضحها اكتر مقدرش اجيب اجيب نحاس احمر وطعامه بنوع من انواع النحاس الاحمر برضو تاني ما ينفعش اولا اللون مختلف اللون غير مختلف ثانيا درجة الحرارة تعتبر بالنسبة لوحد لكن ممكن احنا عندنا درجة انصار النحاس الاحمر ممكن قد تصل الى الف تلاتة وتمانين درج طب والفضة تسعمية وخمسية اذا هنا في فرق في فرق في درجات للايه الانصهار لما نيجي نعمل عملية التطعيم لازم يكون المعدن اللي انا بتطعم به تكون اقل من درجات الحرارة ممكن الدهب درجة الحرارة بتاعته قريبة للنحاس الاحمر ما قدرش اطعم نحاس بده لكن اللون قريب والفضة لونها ابيض يبقى انا اقدر اطعم الفضة بالدهب واقدر اطعم الفضة بالنحاس طب هل ممكن اطعم النحاس الاحمر بالنحاس الاصفر اه لان درجة انصار النحاس الاصفر اقل من درجة النحاس الاصفر طب ليه لان النحاس الاصفر سبيكة اما النحاس الاحمر فهو الخامة الاساسية للنحاس طب السبيكة دي بتتكون من ايه بتتكون من النحاس الاحمر زائد الزنك بنسبة سبعين وثلاثين في المية ويضاف اليها الرصاص بنسبة اثنين في المية لسهولة السبيكة حتى لا يصبح المعدن غاشفا سهل الكسر اذا دي حاجات مهمة جدا طب هم كانوا عارفين الكلام ده كله اه طبعا ما احنا جبنا الكلام ده منين ده احنا جبناه من براعة هؤلاء الفنانين الذين اه اخذوا علمهم من الطبيعة يعني هو زي ما انا قلت كده بيدون كل ما يراه من الايه من الطبيعة بيدون كل ما يراه عندما يعرض المعدن لدرجة الحرارة ولذلك لما تجي تبص على قصة اكتشاف الزجاج كان بعض العلماء اللي هو يعتبر بيرليني كان موجود على احد الشواطئ والبعض قال ان دي كانت بعض الشواطئ المصرية وهو قاعد بيحتسي فنجانا من الشاي او من القهوة بدأ يشعل النار على الرمل هو قاعد نتيجة درجة الحرارة لقى الرمل بيسيل قدام منه ولما برد الرمل ده اصبح شفافا زي الزجاج واكتشف ان هذا المكان يوجد فيه مادة الزجاج اللي هي السيليكا والصودا اش وكل الحاجات دي والفلس بار كل الحاجات دي موجودة في هذه المنطقة طب الحاجات دي تعالم اجنبي ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يشعل نار في هذا المكان وفي نفس المكان اراد ان هو يريد ان يحتسي فنجانا من الشاي او القهوة فاشعل النار في هذا المكان نتيجة درجة الحرارة العالية التي تفاعلت مع الرمل اللي هو كان عامله كومة بسيطة كده عشان يحط الحاجة عليها ويشعل النار من تحتها بدأ يسيل الرمل امامه وتحول الرمل بالقدرة الالهية وبدرجة الحرارة الى مادة الزجاج واكتشفت في هذه اللحظة مادة الصوداءاش والسيليكا والفلس بار مكونات الزجاج اللي هي الطبيعية اللي موجودة عنه ده طبعا بدأ يدون الحاجات دي والبعض يقول ان الزجاج وجد في حضارة العراق وكان يميل الى اللون الازرع نتيجة وجود مادة الكوبلت في هذا الزجاج كل دي اكتشافات كانت بتدون لبعض المنتجات او بعض الحاجات اللي كانوا بيصنعهم اذا هنا الفن الاسلامي تميز باين؟ تميز بالتهزيم تميز بالتكفيت والتطعيم لبعض الخامات اللي هي موجودة عنده اللي هي الفضة اللي هي ما زالت اسمها موجود الفضة والذهب والحديد منذ اكتشافها زي المعادة وبيتكلم هنا على حتة الايه التلبيس التكفيت والايه والتلبيس حتة التلبيس دي كانت موجودة ايام زمان في بعض المنتجات بتاعتنا كنت تبص تلاقي دايما اما بعض الكوبات الزجاجية كان بيعمل لها تلبيسة من المعدن بحيث انك انت لو لما تيجي تشرب الشاي تحط الكوباية في التلبيسة بتاعتها ويمكن موجودة دلوقتي لما تبص تلاقي الرجل اللي بيبيع حمص الشام يحط لك الكوباية الازاز في كوباية بلاستيك عشان تقدر تمسكها بمنتهى السهولة دي اسمها تلبيسة فشوف فقا الفنان الاسلامي او الفنان المصري الذي ولد في العصر الاسلامي تمتع ان هو يستخدم اساليب التلبيس لبعض المعادن اذا هنا ممكن يكون في عندي شكل معدني مصنوع من النحاس الاصفر واعمل له تلبيسة بشكل جمالي من النحاس الاحد تديني شكل جمالي ممكن يبقى في عندي سيبرتية كده بسيطة او بعض الابريق الموجودة كانت ايام زمان بتصنع من النحاس ابو السلاة الابريق مصنوع الجسم بتاعه من النحاس وفي النص كده معمولة تلبيسة من الفضة واخد بعض الزخارف النباتية والاشكال الهندسية اللي موجودة ايه عليها كل الحاجات دي برع فيها الفنان الاسلام بيقول لي امتاز بالزخارف النباتية وفروع النباتات في زخرفة الحشوات واشغال المعادن كالنقش والحفر والربوسيه كظهرة البسلة والايه والقرنفل يبقى هنا الفن الاسلامي تميز بظهرة البسلة او البيزلاء والقرنفل طب هنا دي تعتبر منتجاته النباتي لكن منتجاته المعدنية كانت الموجودة ايه كان هو عنده حتة التكفيت والتطعيم لبعض المنتجات عنده الربوسيه عنده الحفر عنده تركيب الاحجار الكريمة عنده التهزيب ان هو يستخدم اسلوب التهزيب كل الحاجات دي موجودة عنه ولكن هنا بقى في العنصر النباتي اللي موجود ان هو واخد ورق البيزلاء ورق الزهرة البسلة او ظهرة القرنفل بتاعتنا طبعا احنا كلنا عارفين القرنفل والزهرة بتاعته بسيطة وصغيرة هو استغلها بحيث ان هو يستخدمها في بعض الرسومات بتاعك بعد كده عمل المخروطات في الحلي والمقارنصات والشروفات وثريات والمشربيات والارابسك ده بقى العصر القديم اللي احنا كنا شفناه اللي هو عصر الارابسك وعصر تركيب الاشكال المخروطية اللي هي بتتعمل على المخارط زي نظام السبحة ان هو السبحة الخشبية كده ان هو يستخدم المخروطة ويطلع منها شكل جميل عمل البرامق اللي هي كانت البرامق الخشبية والمشربيات اللي بتفتح لفوق وبعض المنتجات الارابسك اللي موجودة قدام مني وسندات المصاحف اللي بيها بعض التفريغات كل دي برح فيها الفن الاسلامي يبقى هو هنا تحس ان هو بعد عن الطيور بعد عن الاشكال الادمية مستغل الطبيعة في بعض الرسومات بتاعته الهندسية واخد بقى دايرة وامطلع منها استوانة ومركب عليها مربع كل الحاجات دي هو بدأ او نص دايرة او كير في شكل بيضاوي او شكل سوداسي او شكل خماسي كل الحاجات دي بدأ يستغلها بحيث ان هو يقدر يستخدمها في بعض الرسومات يبقى عمل المخروطات خمسة عمل المخرزات في الحلية وفي المشربيات دي احنا كنا بنتكلم على حتة الخرز ايه في الحلي وفي المشربيات ولذلك كنت تبص تلاقي ايام زمان كنت تلاقي بعض العقود في الحلي واخد العقد واخد شكل الخرز اللي متركب على بعضه مزاي دلوقتي بقى سلاسل بسيطة حتى كان في بعض العقود كان بتتعمل على شكل جناهات كده مدورة وتتركب وحتى القرط بتاع الحلقة ذات نفسه كنت تلاقي الحلقة اللي بتركب في الاوزن تلاقيه كبير كان بيسمى بالقرط واخد بقى شكل المخرطة واخد شكل الدوران مزاي الحاجات اللي هي الحديثة دلوقتي اللي تعتبر بسيطة او سمبل ولكن كان رغم كبر حجم المنتجات الحلي رغم جمالها كانت دايما بتعطي للسيدة المصرية قيمة جمالية عالية حتى كانوا بي دايما ممكن تلاقيها حتى في الرجل الخلخال حتى في الانف المزم بتاعها الاوزن مركبة القرط في العقد في الكردان كل الحاجات دي كان حتى الغواج بتاعتهم كان حجمها كبير ليه؟ هو كان بيستخدم فيها التقنيات الحديثة في النقش وفي التفرغ وفي التطعيم وفي التكفت وفي كل حاجة وكان بيستخدم فيها كل ما تعلموا من مهارات حتى في تركيب الفصوص اللي موجودة بعد كده البرعة في أشغال الحلي المطعم بالذهب والفدة والمرصعة بالأحجار الكريمة اتكلمنا عليها دي عمليات ترك المعادن وتجميل سطحه الواحد كان من ضمن الحاجات الجمالية الجمالية وخاصة في المناهج القائمة على الجدارات كنت دايما الجدارة الكبيرة ان انا اقول معالجة سطح المعدن بالطرق الجمالية العالية يعني ايه معالجة سطح المعدن؟ او اعطاء بعض التقنيات الحديثة او الاساليب المهارية الحديثة على سطح المعدن؟ ان انا استغل سطح المعدن كمساحة وابدأ ارسم عليه زي ما انا عايز ابدأ اطبق عليه اشغالي زي ما انا عايز ابدأ استخدم اسلوب الطرق ابدأ استخدم اسلوب التكفية ابدأ استخدم اسلوب الروبوسين ولذلك كان الواحد دايما يحب يعلم الطلبة واتمنى ان الجميع برضو ان الطالب يقدس الورقة اللي موجودة قدام منه وخاصة عندما يقوم بعمل تصميم او رسمة انا مش قدام مني مساحة كده اقدر اشغبط فيها وارسم فيها زي ما انا عايز لا ده انا لازم استغل لكل مساحة موجودة فيها هو هنا الفنان الاسلامي برع في ان هو يقدر يعمل عمليات كتير جدا على البقعة الصغيرة اللي قدام منه يعمل فيها تكفيت يعمل فيها تطعيم يعمل فيها ربوسين يدخل فيها مينة يدخل فيها ترسيع يدخل فيها ناقش كل الحاجات يدخل فيها طرق وخاصة الطرق ذات نفسه بيعطي على سطح المعدن بعض القشور زي قشرة السمك كده فممكن تديلك بقى حتة مطفية وحتة بتلمع بعض الخطوط بتاعت الطرق مديها تموجات بسيطة كل الحاجات دي بتبقى موجودة اسلوب الطرق ذات نفسه على سطح المعدن بيعطي للمعدن شكلا جماليا علي يبقى الطرق دي تقنية لوحدها الربوسي يعتبر تقنية لوحده التكفيت بيعتبر كل دي بتعتبر مهارات كل كلمة منهم بتعتبر مهارة خاصة يتميز بها فنان لوحده طب ما بالك بقى ان الفنان بيعمل كل الحاجات دي بالتقنيات العالية وبالمنتج الجمالي اللي احنا بنشوفه بعد كده بيقولي استخدم عمليات النقش والتفريغ اللي هو الشفتيشي في السياغة برضو موجودة يمكن احنا رجعنا لها دلوقتي تاني رجعنا لاشغال السلك وعمليات النقش والايه والتفريغ احنا دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي ممكن تستخدم عمليات التفريغ بالليزر وممكن استخدم عمليات التفريغ بمنشار الاركت الكهربائي يعني معنى كده ان الادوات بتساعد بتساعد الانسان على ان هو يقدر يعمل كل حاجة ما بالك بقى ان الفنان كان ساعتها الادوات بالنسبة له تعتبر ايه ومش موجودة وبيظهر احسن التقنيات في الرسومات بتاعه يعني دلوقتي بقى عندنا ممكن ارسم الرسمة اللي انا عايزها على الكمبيوتر وطعم الكمبيوتر بالمكانة اللي موجودة عندي واروح جاي مديها البرنامج بتاعها زي مكان السينسي او مكان الليزر اللي موجود عندي واروح جاي مدي للمكانة الرسمة واروح جاي حاطة المعدن بتاعي فتقوم بعملية الرسمة على تفريغ ممكن رسومات ممكن تطعيم كل الحاجات دي بتتم قدام مني يعني احنا عندنا ماكينة عمل السلاسل ممكن من ناحية قدها السلك الناحية التانية تطلعه لسلسلة دي لها سلك عادي سلك قطره معروف طوله معروف او الطول بتاعه هي من داخل البرنامج بتاعها بتقطع السلاسل للاطول المطلوبة حسب الطول اللي أنا معطولها في البرنامج لكن من ناحية بديها السلك الناحية التانية بتطلع لسلسلة طب طلعت السلسلة ازاي والحلقات وتقطعت اولا السلك بيتم عملية تغليفه من الاول بمسحوق مادة الجرافيت او بعض المسحيق الحديثة اللي هي موجودة دلوقتي زي مسحوق اللوج او الاكسيد الحديد الاحمر بعد كده السلك بيدخل على مراحل عملية التقطيع بشكل الزردة او الخرزة اللي موجودة عندي بعد ما بيدخل على عملية التقطيع بيدخل على عملية التان بعد ما يدخل على عملية التاني يدخل على عملية اللضم اول ما بيطلدم الحلقة الاولينية بتتلحم على طول مباشرة والتانية تتلدم فيها قبل ما بتتلحم بتتم عملية التجميع بينهم وبين بعض كل ده بيتم داخل الالة ممكن وانت قاعد كده تبقى شايف كل المراحل قدام منك زي ما احنا دلوقتي واحنا دخلين مثلا المحطة او دخلين اي مكان بتحط الشنطة بتاعتك على السير بيبان كل ما بداخل الايه الشنطة ممكن انت السلك تحطه في المكانة كده وانت قاعد تتفرج على الشاشة بتشوف المراحل اللي بتتم على السلك حتى يخرج من الناحية الاخرى سلسلة اتعمل لها عملية غسيل جوة تعمل لها عملية شطف تعمل لها عملية تلميع خارجة سلسلة جاهزة يدوك تركب الاقفال بتاعتها والدلية بتاعتها وتستخدم على طول مباشرة ده الكلام دوت في التقنيات اللي موجودة دلوقتي باستخدام المعدات والادوات الحديثة طب ما بالك بقى بالفنان الاسلام اللي ما كانش فيه عنده الحاجات دي كلها كان كل الحاجات دي بتعتبر بيستخدمها يدوي كان بيقعد يقول ولذلك احنا عندنا شغل يدوي حتى كان في السرمة ليا شغل النسيج ايام ما كنا بنعمل الكسوة بتاعت الكعبة كانت كل شغلنا شغل يدوي بالابرة ليه تفرج على جماله يعني تبص تلاقي الحاجات وكان ده طبعا الحاجات دي كلها بتتخيط بخيوط زهبية عشان تعطي الشكل والكلمات الجميلة على الارضية اللي هي كانت بتتميز باللون الاسود وفي نفس الوقت الشغل اليدوي اجمل وادق وامتن ويعيش لفترات طويلة يعني ممكن الجزء اللي ذات نفسه اللي هو انا مستخدم عليه الاسلوب اليدوي الحاجة الاساسية تتقطع لكن الخامة اللي انا استخدمتها في عملية التشكيل او في عملية الرسم او في عملية الكتابة هي اللي تفضل ثابتة زي ما هي ولذلك احنا افتقدنا الى الحرف اليدوية التي اتمنى ان تعود مع مناهجنا الحديثة المتطورة في هذا العصر بعد كده استخدم الخطوط استخدم الخطوط والمساحات الهندسية في زخرفة المسطحات والمجسمات المعدنية يبقى معنى كده استخدام الخطوط والمساحات الهندسية في زخرفة المسطحات والمجسمات المعدنية يبقى هنا زي ما احنا قلنا ان الفنان الاسلامي بعد عن المجسمات وراح للخطوط بدأ بالنسبة له يستغل حتة المسطحات ولذلك انا بأكد ان دايما الطالب في رسم مادة الاسس لازم يستغل المساح ويأكد حتى في المطلوب بالنسبة لنا دايما اقول لك عندك مستطيل اطواله 20 في 10 او 30 في 20 او 30 في 15 مستطيل هرسم مستطيل 30 في 15 طب ما بداخل المستطيل بقى استغل العلاقة بين الخطوط بعضها مع بعض لتكوين بعض الرسومات الهندسية او لتكوين بعض الاشكال الهندسية او لتكوين بعض الرسومات النباتية طبعا انا مش هاجي في النص بقى واروح جاي راسم ورقة شجر تاخد المستطيل كله اللي هو 30 في 15 او 40 في 20 زي ما انا لا دينا المفروض ان انا استغل المساحة حتى يخرج هذا المستطيل في النهاية بشكل جمالي عالي جدا يتميز فيه حتة التنظيم والدقة والتوزيع والمسافات والاطوال كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لمهمة ولذلك احنا بنكون حرصين جيدا ان احنا نعلم الطالب بتاعنا ازاي يدرس النسب الزهبية في عمل التصميم النسب الزهبية في عمل الايه؟ التصميم ما جيش انا ارسم بني ادم اعمل راسه اكبر من جزعه او الرجل قصيرة والجزع اطول ولذلك كان فيه بعض الفنون كنت تبص تلاقي ما كانش لسه حتة التكسيم دي موجودة كلام ده موجودة عندنا في المتاحف بتاعتنا المصرية تلاقي رجل التمسية الصغيرة والجسم طويل والرأس طويلة ما فيش نسب موجودة بينهم وبين بعض ولذلك هنا بقول للطالب دايما استغل المساحة في رسم الاشكال الهندسية بنسب دقيقة وصحيحة والابعاد بتاعتك تكون مميزة والتوزعات تكون برضو مميزة بعد كده بيقول لي استخدام عمليات الجامع والتقبيب في الاواني المعدنية يزن احنا هنا في حتة التقبيب والجامع دي برضو يعني لما الواحد بيبصلها يعني بيستمتع معقولة الناس دي كان عندها حتة التقبيب والجامع واكت موجودة يدويا دلوقتي بقى فيه مخارة حديثة وبقى فيه عند مخرطة ممكن مركبش عليها قالب يبقى فيه في قلب منها بلونة واخدة نفس الشكل والبلونة دي تديني قالب مركب اجمع عليها بعد كده ابص لاقي افرغ منها الهوى وبعد كده اخرج المنتج بتاعي بمنتج سهولة يبقى هنا غير بقى ايام زمان كنت اعمل للقلب فصوص وقسمه ويبقى فيه دلق في النص والدلق ده وصله بمسورة وصمولة وجمع الفصوص بعضها مع بعض وارده من فوق وابدأ اربط المهم من واكد على ان المنتج بتاعي جميع الفصوص بتاعته متساوية وسليمة وفي نفس الوقت ابدأ اركبه على الغراب السابت بعد كده احط المشغولة بتاعتي على بين الغراب السابت والغراب المتحرك وابدأ اجمع عليه دلوقتي مع التطور التكنولوجي الحديث دلوقتي بقى فيه بلونة نفس واخدى نفس الشكل مصنوعة من نوع من انواع اللدائم بتتحمل الضغط الواقع عليها بتتنفخ ومع النفخة في نفس الوقت بتديني الشكل اللي انا عايزه بعد كده باجمع كل ده مع التكنولوجي الحديثة اللي موجودة في بعض المخارط اللي موجودة دلوقتي اذا هنا ما اجاب بص بقى على الجمال اللي موجود عندي ده ان هو عمل تقبيب وعمل الجمع يبه هنا عمل التقبيب وعمل الجمع التقبيب هو بداية الجمع ولكن انا ممكن اتوقف عندي نقطة معينة ان انا عندي منتج عايز تقبيب فقط لغير يعني منتج عايز تقبيب فقط لغير ايه هو التقبيب؟ هو تحويل الشكل المسطح الى مجاس بالضبط كانك جبت كرة قدم ورحت جاي قطعها نصية بقى النص اللي عندي ده مقبب وبقى فاضي من النص هو دي اسمها عملية التقبيب اقب بالشكل بتاعي غير لما بعمل عملية الجمع بقى ممكن الجمع ده يديني منتج ممكن يكون عامل زي الادرة كده واخد او انية الظهور واخده الشكل يبقى ده اسمه عملية الجمع طب الجمع ده تم من ايه؟ تم من قرص معدني كان عبارة عن دير يعني احنا لو جينا بصينا على انية الزهور قدام مننا او بصينا حتى على الطبق اللي احنا بنتناول فيه الطعام لو انت بصيت عليه هو مصنوع من الالمونيوم هبصها هتلاقيه هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرص تم جمع على مخرطة الجمع اما يدويا او آليا يعني انا لو هستخدمه آلي هجمع على مخرطة الجمع لو هستخدمه يدوي هستخدم بعض الجواكيش والمطارق التي تستخدم في عملية الجمع بعد كده بيقول لي استخدم ورقة البسلة وظهرة القرون في الفئة الزخارف المعدنية ولذلك بيأكد عليها ان الفن الاسلامي تميز بظهرة البسلة وظهرة الايه؟ الارف هنا بيقول لي برعة في عمليات تغليف وتصفيح الابواب الخشبية بالرقائق المعدنية ودي تعتبر من ضمن المميزات اللي بيتميز بيها الفن الاسلامي ما كانتش موجودة في الفن المصري ان هو ايه؟ وجد ان المعادن بتعيش فترة طويلة عن الاخشاب فبدأ يعمل ايه؟ قال لك وكمان الباب الخشب ممكن سهل جدا ان انا اقدر اكسره او اقتحمه بمنتهى سهول فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يعمل عملية تصفيح لأبواب الخشبية وخاصة في القصور او في القلاع اللي هم كانوا بيعيشوا فيها ببعض المعادن بحيث ان هو يقدر يحفظها اذا هنا يعتبر بالنسبة لي ده تعتبر رؤيا احنا دلوقتي بنا بنبقى موجودين عندنا الابواب المصفحة دلوقتي اللي فيها اقفال ممكن تدرب يمين وشمال من كل حتة ده الباب المصفح واحنا دلوقتي بنقول عليه الباب المصفح وهو الفنان الاسلامي برضو كان بيعمل الباب المصفح بس بطريقته يعني هنا بقى دي طريقة ودي تعتبر بالنسبة لي ايه؟ طريقة هو وجد ان عملية التغليف للباب بتحميه وفي نفس الوقت تعطيه قوة ومتانة عالية صعب جدا اختراقه لكن لو كان خشب بدون عملية التصفيح كان بيبقى سهل في عملية الاختراق يبقى دي برضو رؤية من رؤى الفنان الاسلامي في استغلال المعادن لمنتجاته الخشبية من السمات البرزة في الحضارة الاسلامية فن التهذيب للمخروطات والمصاحف ذات الاغلفة الجزام ما زالت موجودة حتى تاريخه ان المصاحف بتاعتنا بتتميز بتتميز بايه؟ بتتميز بالاشكال الزهبية او الخطوط الزهبية الجميلة جدا ولذلك احنا لما بنشوف شكل المصحف بنقول الله رغمه ان كلامه اجمل من شكله لانه كلامه كلام من المولى عز وجل ولكن عشان خاطر اتعرض لكلام المولى عز وجل لابد ان يظهر امامي بابهى صورة فعملت له عملية التهذيب بالزهب اديته شكل جمالي طعامته بألوان الفضة اديته ألوان سابتة باجي عند كلمة الله وبحددها بلون معين كل الحاجات دي لما بشوف ممكن اجي على الغلاف او الاطار الخارجي للمصحف واروح جاي عمل له عملية تهذيب اما تيجي تقفي للمصحف كله تلاقي ان الورقة كله لما بيجمع بيدي لك الكتلة كلها مع بعضها معمولة من الزهب هنا الفنان الاسلامي استغل هذا الجمال في المخطوطات وفي الكتابة وخاصة المصاحف لان هذا الفن تميز بالخطوط وتميز بالاشكال الهندسية وبعد وبعد تماما عن تكسيد الشخصيات التي فيها روح لان هذه الشخصيات لا يخلقها الا المولى عز وجل وفي نفس الوقت ما قدرتش انا اجسم تمثال التمثال ده بيعتبر بالنسبة لنا في الفن الاسلامي بتعتبر من ضمن الحاجات التي يتم تشكيلها لها مؤتقدات دانية تبص لها ان الانسان بيصعب ان هو يشكلها رغم انها بتتعمل من الجبس ولكن ممكن يجيه لك بقى دي حرام وان التماثيل دي كانت موجودة في عهود قديمة فالفن الاسلامي بعد عن حتة التماثيل دي تماما واهتم بالنجمة السلسية وبعض الخطوط واسليب التهزيب واسليب التطعيم والتكفيت والطرق والجمع والتقبيب وكتابة المصاحف بطريقة جميلة وفي نفس الوقت استخدام الالوان التي تعطي الخطوط قيمة جمالية عالي وهنا برضو حتة التغليف بالنسبة له يمكن انت دلوقتي لما لو عايزت تهادي حد بمصحف ولا حاجة بتبص تلاقي محطوط في علبة العلبة قد تكون تمنها غالي جدا يعني يعني بعض العلب ممكن توصل لمبالغ لا دعي لذكرها لان المبلغ ممكن يكون كبير ليه؟ هو مديها اطار من برا بسلك دهبي مديها رسومات مديها اشكال مفصلية مديها افل جميل مديها مسك مديها بعض الكتابات من برا جايب آية قرآنية ومعمولة من الفضة ومتفرغة أو معمول عليها اسلوب التطعيم أو اسلوب الحفر الكيميائي اللي موجود عليها وامتعامها بالمينة ولزقها عليها من برا بيبقى عايزة أقدم المنتج بتاعي في أبها صورة اللي أعطاني الكلام ده مين؟ الفن الإسلامي في حتة التطعيم والتهزيب والأغلفة للمصاحف والمخروطات بعد كده بيقول لي أساليب التقنية عند الفنان الإسلامي استخدم عمليات الترق والشق والتقبيب والتفريغ والسني والحفر بنوعية بالأقلام وبالأحماض والنقش والتفريغ والجفتشي في صياغة المعاد تخيل بقى معايا إن الجمل اللي مكتوبة على الشاشة دي كلها مهارات يعني إيه مهارات؟ لو لو كلمنا عن حتة الترق ده أنا عايز واحد بس لوحده يبقى بيستخدم في عملية الترق ولذلك يجب علينا إن إحنا نكون ذو مهارة واحدة يعني إيه ذو مهارة واحدة؟ يعني يعني مثلا في بعض الدول الأوروبية ولا داعي اللي بتصنع السيارات مثلا ومرة التقيت في مع أحد الأصدقاء في حاجة زي كده وبكلمه فقال لي أنا شغال شغال في بعض المصانع التي تستخدم في صناعة السيارات وأنا مخصص في صناعة الباب الأمامي اليمين فقط يعني هو واقف على مجبس المجبس ده بيعمل الباب الأمامي اليمين بس فهو يعتبر مهارته محددة في عمل الباب مش أعمل بقى الباب وأعمل الكهرباء وأعمل الدوك وابقى متعدد لا لو إحنا بصين على الجزء اللي قدامنا ده أنا عايز واحد بتاع طرق وعايز واحد بتاع تفريق واحد بتاع تكفيد واحد بتاع تهزيب طب ليه التعدد ده يا أستاذ ما هو التعدد لما كل واحد يتقن مهارته يؤدي عمله على أكمل واج أنا مخصص في مهارة واحدة بس ما بقاش متعدد لإيه المهارة هنا بيوضح لحتة تفريق والشق كل دي تعتبر جدارات إحنا أخدنا بعد كده قال لي بقى في استخدام المعدن سطح التقبيب والجمع والربوسي والتكفيت والتلبيس اللي إحنا شرحنا استخدام عمليات تطوع المعدن بالسباكة للتماثيل وغيرها والسك والنقود وهنا ظهرت بدأت تظهر في الفن الإسلامي النقود النقود بقى كانت أيام زمان ما كانش فيه بقى مصنع سك العملة ولا الكلام ده كله كانت النقود تخيل بقى أن النقود دي بتبقى عايزة استنبات استنبا من أسفل واستنبا من أعلى طب مين اللي وصل للفنان أنه هو يعمل استنبا من أسفل ومن أعلى طبعا أولا علاقتهم العالية جدا بالمولى عز وجل دي رقم واحد رقم اتنين ارتباطه بالطبيعة رقم ثلاثة ابتعاده عن تكسيد الشخصيات بعدا عن الأرواح بمعتقدات دينية رقم أربعة المهارة التي يتقنها يؤدي عملها على أكمل وجه هم تميزوا بالحاجات اللي زي دي اللي احنا بنفتقدها دلوقتي هنا بالنسبة لنا في الفن الإسلامي عرفنا أن ظهرت البسلة وظهرت الأورنفل من ضمن مميزات الفن الإسلامي ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نستكمل الشرح عن الفن الإسلامي الجميل وفي نفس الوقت برضو هنسترجع بعض النقاط الأساسية في الفن المصر القديم مع تمنيات لأبناء وبنات الطلبة بالتوفيق دائما والنجاع وأي أسئلة ممكن تطلب مننا احنا على أتم الاستعداد للإجابة عليها مع تمنيات لكم دائما بمزيد من التقدم والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته